سعادة حقيقية أن أقف في قلب بغداد وأتحدث عن حبنا لهذه الأرض وقيمتها ومكانتها في نفوسنا وتأثيرها حتى على طريقة تفكيرنا وعلى طريقة البحث على أن تبقى صورة بغداد والعراق في أعين الناس كما يقرأوا عنها في القصص وكما يسمعوا الأساطير التي كانت تروى في بغداد وعن بغداد ومن الشخصيات سوى كانت الروائية من ألف ليلة وليلة إلى اليوم كنت في سن خمس سنوات أجلس في شجرة لليوم موجودة وحيدة في سدة الكوت بهالشكل وهي على يسار سدة الكوت فوق أجلس عند هذه الشجرة وأتأمل تدفق الماء من بوابات سدة الكوت وأحلامي كانت أحلام اليقضة تجري بنفس السرعة بنفس التدفق وبعد ذلك تذهب إلى الاستقرار الذهني والنفسي الموسيقى كانت أهم حلم بالنسبة كل ما أفتح عيوني وأغمض عيوني أجدني موسيقي أجدني ماسك تحديدا العوت وأخاطب العالم أخاطب الناس أخاطب صالات المسارح الكبيرة في العالم كلها كنت أشوفها لدرجة أنه بين ست سنين وسبع سنين تقريبا حلمي صار واضح أمامي لذلك الآن من يقدموا طلبة في بيوت العوت أول سؤال أسألة عن أحلامها كيف يرى مستقبلة اللي ما يعرف يشوف مستقبلة وهو صغير من الصعب أن يتلمس طريقة وهو كبير لازم منهاج الحياة يضع في سن مبكر جدا كل سنة كنت أروح أطلب أتعلم موسيقى يقول لي الأستاذ أنت صغير والعود كبير وهي كانت مشكلة حليتها أنا فيما بعد صرت نصنع أعواد صغار للأطفال حتى لا ينحرموا إلى سن 11 سنة بديت في أول دروس العود من ذلك الوقت بدأت أشعر أنه الزمن اللي خسرته خمس سنين من سن 6 إلى 11 لازم أعوضه لأنه 11 سنة على أتعلم الموسيقى لشخص يفكر أنه عنده مشروع يريد يسويه كانت تعتبر متأخرة لذلك بدأت أشتغل بكتافة بشغل الموسيقي لازم يكون عندها ثقافة حقيقية لازم يكون عندها طلاع لازم يكون عندها بالإضافة إلى اتقانة وتمكنة من أدواتها لازم يكون عندها رؤية كبيرة علاقات بالفنون علاقات في فهم الفنون في العمارة الربط بين العمارة والموسيقى الربط بين الموسيقى والشعر الموسيقى والمسرح الرواية فكان لازم وقتي تنظم في أن تصبح عندي روافد متعددة في تلقي كل شيء في الحياة عبر الموسيقى وعكس كل شيء في الحياة عبر الموسيقى من أول يوم كنت أمسك العود وهذه ليست مبالغة كنت أشعر أنه دوري ليس أن أكون عازفا لمتعة المتلقي كان عندي دور أكبر من هذا كنت أشعر أنه الموسيقى لما كنت أسمع مثلاً موتزارت في الركوييم في القداس اللي كان يألفه كنت أشعر أنه هذا دور الموسيقى أن تؤثث فضاء صوفي عالي جداً ربما أي شيء آخر في الشعر في الكلام شوفوا ابن عربي شوفوا النفري شوفوا السهروردي شوفوا كل هؤلاء تكلموا كثيراً عن وصف الصوفية لكنه عند موتزارت وصفها موسيقياً بشكل عجيب فشفت أنه اللغة الأعلى كما يقول شوبنهاور ويقول كثير من الفلاسفة أنه كل الفنون تسعى للوصول إلى الموسيقى أو تسعى تسعى لتصل إلى الموسيقى هذا الشيء هو اللي دفعني بأن تصبح الموسيقى هي الجسر الذي أستطيع من خلاله أن أعالج الأطفال أعالجهم حتى جسدياً من مشاكل القلب والتشوهات والمشاكل اللي يولد فيها أطفال كثير عندنا الآن نتيجة كل الحروب اللي مرت هناك ولادات تحتاج إلى علاجات بديت مشروع العلاج من سنة 91 كنت جندي في الحرب الخليجي الثانية بعدها باربعين يوم أول مواليد احنا تسرحنا من الجيش بعد سنتين في هذه الفترة بدأت حملة لعلاج أطفال عراقيين من سنة 91 من ذاك اليوم إلى هاي اللحظة احنا مستمرين بهذا المشروع من خلال الموسيقى من خلال أولا كنت أعمل حفلات في كل إيطاليا وأوروبا مع اليسار الإيطالي اليسار في المغرب اليسار في تونس كل اليسار في العالم اشتغلتوا إياهم من أجل أطفال العراق وعلاجهم وقطعنا شوط لا بأس فيه اليوم أصبح هناك مشاريع متعددة حتى مستقبلية يعني نحن عدنا رؤية لخمس سنوات كيف ممكن يصبح مجتمعنا وشعبنا العراقي معافا سواء كان بعد الولادة لما يولد مريض أو قبل ليولد كيف ممكن حماية المرأة من أن يولد طفلها مشوه أو مريض أو عليم هذه كلها ما كان ممكن أن تكون لولا أحلام اليقضى لولا الموسيقى وبالموسيقى أيضا هناك جوانب أخرى مهمة جدا لما بديت أشتغل على البحوث الموسيقية أحد الباحث الموسيقي الألماني قال لي جدك الفرابي عند مخطوط ليعود بثمانية أوتار وأنا رأيتك وأنت تعزف على المسرح في برلين أنك من سيحقق هذا الحلم أثرنا على المخطوط هو أرسل لي عن طريق مكتبة شتيستر بتي في إيرلندا وشفت المخطوط عود جديد بثمانية أوتار العود معروف التقليدي خمسة وستة بدأنا بدراسات حول الموضوع بعد سنة قدمت العود سنة ستة وثمانين ما كنت متخيل أنه رح يعمل كلها الضجة لأنه ما كنت شايف أنه الموسيقى هي الفعل الأهم لا زيادة وتر أو نقصان وتر تحقق مخطوط الفرابي بستة واثمانين بعدها حسيت أنه أصبح عدنا شباب بأعداد مهولة مبتوري اليد مبتوري الكف أصابع مضروبة باقي أصبع واحد عملت لهم طريقة العزف بيد واحدة التي هي للشباب وأحدهم أصدقائي التي انقطعت إيدها بالحرب ثم للشباب الذين لديهم ذراع كامل وعند أصبع واحد عملت لهم أصعب القطع التي تحتاج عشر أصابع بأصبع واحد أو بخمس أصابع بس باليد اليسرى أو إذا كانت اليمنى هي المتبقية هذا حتى يقول أنه كما شفنا الأخوان اللي متعرضين إلى حوادث أو في ولاداتهم اللي حاضرين اليوم معنا كلهم دكاترا ومهندسين وشفنا كيف حصل نوبل بالفيزيو وهو مصاب بشلل رباعي لا حدود لقدرة الإنسان حتى في فقدان النطق والشلل الرباعي اللي أصاب عالم الفيزيو اللي تحصل على نوبل بعلمه الفكر والأحلام لا تقف عند حدود وكأنه أراد يعني الخالق أن يعطينا رسالة أنه هاي أنت تتمتع بصحتك وبعافيتك وبكامل حواسك وهذا الرجل مصاب بشلل رباعي ولا يتحرك سوى عينيه واستطاع أن يؤثر في كل العالم وفي تقدم مسيرة العالم الشغل اللي بديت أحلم فيه هو عولمة العود أدنى آلة العود من زمن ملوك بابل عمرها 2350 قبل الميلاد عمر العود من زمن ملوك بابل كان ملك بابل يجلس أمام حائط بلون واحد وظهر إلى ثلاث موسيقيين عازف عود وعازف ناي وعازف دف وكانت هذه مساحة عبورة إلى اتصال بالإله كما كان يعتقد وفي القرارات المصيرية اللي كان يتخذها ملك بابل كان عند جلسة موسيقى اللي احنا اليوم نسميها جلسة تأمل موسيقى موسيقى نسميها أي تسميات من بلد إلى آخر حسيت أن الموسيقى وجودها في معابد بابل أولا ظلت ألف سنة عازف العود هو الكاهن هو الشخص الثاني في الدولة بمعنى مسياسيا سلطة الروحية تأتي بعد سلطة الملك هذا كان كسوة الصيفية والشتوية هي أعلى من قائد الجيوش هذه كانت مكانة الموسيقى عازف العود في حضارة بابل من هذا المنطلق حبيت تكون مكانتنا في العالم مو أن نكون شخص تاني في الدولة لا أن تكون عندك تأثير روحاني على أكبر عدد من البشر وتأثير في سلوكهم وهذا نعكس على شباب يجوني في بيوت العود التي سأمر عليها شباب يجوا عندهم حس الانتقام لما حصل واحد منهم من ديالة أبو شاف للقاء بالتلفزيون وجاب حيث وقيم في مصر وقال لي أنا بناتي خمسة صغار وأمهم وخالهم ضربوا في دبابة وكلهم قتلوا وبقى هذا الولد عنده رغبة وحيدة هو أن ينتقم من السبب وجاب لي صورة معبة بالأسلحة وهو مراهق ولد أمر 14-15 سنة قلت ترك عندي وانسا أبو مهندس موجود معروف بالعراق أخذت قلت لأنت تريد تنتقم الخواتك تريد توصل وجعك للعالم قل لي إيه وما عندي شيش في غليلي قلت لأ رح أشوف شوية بعد بعد ست شهور الولد بدأ يتغير سلوكه تماما أول شي نزعناه منه هو فتيل الكره وفتيل العنصرية والتطرف والرغبة في الأذى أذى نفسه وأذى الآخرين هذا أول شي الشي الثاني حولنا مسار إلى السلام كيف من خلال الفنون يصبح الإنسان عنده قدرة ورغبة عظيمة في العطاء دون أن تتلاشى رغبتها الأخرى في القتل باختصار بعد سنتين تخرج هذا العازف في أجمل مستوى من الأداء وأثر في كل زملاء التي طلبت في بيوت العود متنوعين من أوروبا من ماليزيا من اليابان من أمريكا ومن العالم العربي رغبتها أصبحت بعدما تخرج وأخذ امتياز مع مرتبة الشرف بحضور جمهور كبير ولجنة قلت لالآن تستطيع أن تنقل وجعك إلى العالم كل حفلة هديها الوحدة من خواتك كل حفلة هديها الواحدة من خوانك وش رح اللي حصل لك بطريقة جمالية بهذا الشكل رح توصل إلى ملايين من البشر دون أن تقتل شخص لأنه قتل عائلتك الموسيقى هكذا دورها أنا شايف لما هي موجودة في المعابد ولا زالت في الكنائس ولا زالت في طقوسنا الدينية الصوت والخطابة والقارئ والملة كل هؤلاء يؤثرون على الناس بصوتهم وبأداءهم وبتمثيلهم للبكاء وكأنه وان من شو كأنه عرض لشخص واحد في كل الانفعالات الصوت في كل الكتب السماوية قبل البصر السمع والبصر لأنه أنا الآن وانت مغمض تستطيع إذا سمعت صوتي أن تتعرف عليه لاحقا لكن إذا ما تسمعني هذا هو المشكلة السمع عنده تأثير كبير على الإنسان لذلك الموسيقى بدون إذن تخترق الجسد والروح وتأثر على الناس تأثير إيجابي كبير لما شفت أنه العالم كل دا يساهم في تطور البشرية هذا الذي صنع التلفزيون وهذا الذي صنع الضو وهذا الذي صنع السيارة وهذا الذي صنع كل شيء كلنا نستورد كل هذا ما لدينا في فضل سوى أن نستهلك وكل ما لكن إحنا وين شلون نبحث في مفرداتنا البسيطة ونآمن أنه هذه المفردة ممكن تتعولم ممكن تصير شيء مهم بديت بتخصصي بيت العود حلم بسيط كنت أحلم فيه في بغداد أيام ما كنت طالب في معها دراسات النغمية كان اسمها والآن صار الدراسات الموسيقية فكرت شلون حول إلى أن يصبح بيد العالم في كل مكان ظليت ورا حلمي إلى أن تحقق في القاهرة سنة ثمانية وتسعين ولليوم هو بيت كبير في مصر الفاطمية عمره أكثر من أربعمائة عام تابع للآثار وهو بيت قصر كبير جدا يوفد إليه طلبة من كل مكان في العالم حتى يتعلم العود لكنه في الحقيقة لا يتعلم العود فقط يتعلم الأخلاق يتعلم السلام السلام الصافي السلام الروحاني يتعلم كيف يخاطب الناس يتعلم الثقافة العامة لا يجب يكون عارف بالموسيقى وينتهي دوره على هذا الأساس يجب يكون عارف بأشياء كثيرة حوله لأن الإنسان المتعدد الثقافات ومتعدد المنابع يصبح عند تأثير أكبر على الناس في كل مكان بيت العود الآخر نفتح بأبوظبي بدولة الإمارات العربية والآن هو بيت كبير جدا وكل البيوت مرتبطة بإثقافة بوزارات الثقافة حتى ما تكون تجارية حتى تبقى مدعومة من الدولة وبمتناول البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل بيت العود في الإمارات قدم تجارب أول أول موسيقي إماراتي يطلع يعزف عود بمهارة هو من خريجين بيت العود ويمثل أصبح الدول بيت العود في اسكندرية اللي هو مع مكتبة اسكندرية بيت العود في قسطنطينة بالجزائر بيت العود الآن اللي رح يفتتح في هذا العام في الخرطوم في السودان في أمريكا في واشنطن الآن هناك دراسات للمباحثات طالبين أن نفتح بيت العود بألمانيا ببرلين احتمال سنة القادمة يفتتح أصبحت فكرة دخول العود في المناهج الأوروبية في المعاهد الموسيقية الأوروبية فكرة مقبولة جدا وجاهزة عملنا المناهج عملنا المثال اللي يتقدم فيه الموسيقي البروفيشنال الموسيقي المحترف اللي يعزف مع الأوركسترات السيمفونية ويعزف مع العربي ويعزف التقليدي ويعزف الجاز ويعزف كل شيء هذا كل يدرسه في منهاج واحد بسنتين وبعد ذلك ينطلق يمثل ثقافته ويمثل شعبه ويمثل نفسه ويمثل حضوره بالعالم إذن بتفاصيل بسيطة بلمسات حانية على بعض الناس تأثر فيهم تأثير كبير شفت بنت في البحرين على كرسي وإديها ورجليها الأربعة الأطراف منتهية بدون شلل بس بتشوه كبير جدا بسئلتني من عزفة القطعة بيد واحدة إنه شلون ممكن أنا يسوي شيء قلت لها غمضي وانتي صاحية وشوفي وين تشوفي نفسك انسي أطرافك لأنه مو هذولا المهمين هذا المهم ما دام عقلك سليم غمضي وفكري بمستقبلك هذا الكلام كان من حوالي عشر سنين قبل أيام من تدكس بأثت لي صورتها هي ابني عمرها 18 سنة وترسم رسومات جميلة جدا بقدمها اللي هي مو مثل الأقدام وساقها اللي هو ملتف بطريقة غريبة بدت ترسم فيه تتحكم فيه وصارت رسامة إذن إحنا محتاجين شوية نؤمن بأنفسنا محتاجين الإنسان محتاج يؤمن بنفسها ما أقصد فقط شعبنا لكنه بما أنه شعبنا شاف كثير ألام فهذه الألام لازم تتحول مسارها إلى شيء إبداعي الإبداع مو الفن والرياضة والرسم لا كل شيء إبداع تطور الكاميرات إبداع تطور المايكات إبداع تطور أي شيء في الدنيا ممكن يوصل إلى إبداع هذا المسج الذي أحب وصله للناس آمن في ما عندك آمن في محيطك آمن في بيئتك تستطيع أن تخرج منها شيء مفيد للعالم شكرا ترجمة نانسي قنقر